اشتركوا في القناة النهاردة كل كلامنا بقى على مسلسين المسلس يتكون من 3 رؤوس 3 اضلاع 3 زوايا امتى مسلس هيطابق مسلس تاني امتى حالات تطابق مسلسين يلا ابناء ايه يبقى موضوع حالتنا النهاردة تطابق مسلسات او تطابق مسلسين معايا واحدة واحدة بقى كده مش راحة وقادل نشوف التمر بتجي ازاي ده السري شايق جدا وعلى فكرة الهندسة من فروع الرياضيات الجميلة ايه لسه ايه لك ان المسلس له 3 اضلاع و3 زوايا و3 رؤوس تمام يا مستر خلي التالت رؤوس على جانب تعالي نتكلم على اضلاع وزوايا لو انا سمتلك مسلس انا هرسملك مسلس ماشي اهو المسلس ده اسمه ايه يا مستر المسلس اسمه الف بيه جيم وقلتلك ان الف به خمسة سنتي وبه جيم ستة سنتي وقياس زاوية به ولو بتكون سبعين درجة تاني ايه المعطيات اللي عندك المعطيات اللي عندي ان انا عندي مسلس قلب به جيم طول قلب به خمسة سنتي وبه جيم ستة سنتي وقياس زاوية قلب به جيم سبعين درجة سبعين ايه درجة والله انا رسمت مسلس تاني رسمت مسلس ايه تاني لقيت فيه خلي بالك بق سين صادعين سين صادعين ولقيت فيه ان عين سين خمسة سنتي وسين صاد ستة سنتي وقياس زاوية سين سبعين درجة ايه ده بقى يحصل ايه او ايه اللي قبلنا اللي قبلنا ان دلعان وزاوية محصورة في المسلس الاولاني اللي هو اسمه غolis بيه جيم بيساوي دلعان وزاوية محصورة في المسلس التاني اللي اسمه عين سين صاد يحصل ايه يحصل ان المسلسين هتطبق يبقى نقول كده في المسلسين اركزوا معي بقى في المسلسين الف به جيم والمسلسين سين صاد يعمل الله فيهما شفتوا الشرط دي عشان اكتب التلت شروط عشان اكتب ايه التلت شروط اول حاجة ان الف به بيساوي عين سين تاني حاجة ان به جيم بيساوي سين صاد تالت حاجة قياس زاوية به بتساوي قياس زاوية سين انا مجبتش حاجة من عندها جماعة ده كل ده من المعطيات اذا وصلت ان دلعين وزاوية محصورة في المسلس الاولين بيساوي دلعين وزاوية محصورة في المسلس الثاني تقدر تقول ان المسلسان يتطابقان اول حالة من حالات تطابق المسلسان هنقولك ده بقى اذا المسلس الف به جيم يطابق اخدناها الحلقة اللي فاتت يا مستر عن تطابق المسلس المسلس عين سين صاد ايه ده يعني المسلسان يتطابقان اذا توفر ثلاث شروط ايوه مش اربعة لا تلاتة طب ايه الشرط الاولاني الشرط اللي هو تطابق المسلسان اذا كان او اذا تطابق دلعان والزاوية المحصورة بينهما في احد المسلسين مع نظائرهما في المسلس الايه الاخر يعني زمان شفت هنا كده دلعان وزاوية محصورة في المسلس الاولاني مع دلعين والزاوية محصورة في المسلس السن اول حالة من حالات تطابق المسلسين انت قلت لنا اول حالة هم كم حالة يا مصدر هم ثلاثة طب الحالة التالت ايه نرسمه نشوف تعال نرسمه نشوف اه دي مسلس اسمه ايه المسلس ده لم ميم نون ميم نون اربعة سنط قياس زاوية ميم مئة وعشرين درجة وقياس زاوية اثنون تلاتين درجة تمام طب بعد كده بعد كده هنرسم مسلس تاني هنرسم مسلس ايه تاني اهو نخليه جنبه تركز معي بق تركز معي قوي واحد بس قال لي ايه ده مش يتطبكو ده غير ده ده واحد بيبص هنا واحد بيبص هنا ماشي يا عم اسمه المسلس ده الف ب ج ركز معايا قياس زاوية ب مئة وعشرين درجة وقياس زاوية الف تلاتين درجة والف ب اربعة سنط ايه ده مستوى احنا قيلين في الحالة الاولى ضلعين وزاوية محصورة امال ده ضلع وزاويتين ضلع وايه وزاويتين طب لو تتساوى لو تساوى ضلع وزاويتين في المسلس الاولاني مع ضلع وزاويتين في المسلس الثاني يتطابقه يلا ده الحالة التالت الحالة التانية من حالة تطبق مسلسين اذا تساوى ضلع وزاويتين على هذا الضلع مع مسلس الاولاني بيساوه ضلع وزاويتين في المثلس التنزيم انتشاه فيه ايه ده مسترده واحد بيبص هنا واحد بيبص هنا تب تعال ما تقولش كده تعالوا نشوف في المثلس ايه اسمهم ايه لا ميم نون والمثلس جيم بالف جالوا نشوف فيهما بقى ونشوف التالت حاجات فيهما قياس زاوية ميم اهي كمية عشرين في المعطيات هتساوي قياس زاوية به مهي بيك من مية عشرين هذه اول حاجة وقياز زاوية بأنون اللي هي ثلاثين بتساوي قياس زاوية آلف اللي هي ثلاثين في المعطيات شباب طيب ايه كمان يا مستر وميم نون هيساوي آلف به ميم نون هيساوي آلف به ثلاث شروط تحقكم دلعان وزاوية محصورة وضلع وزويتين عليه اقول له كده المسلس لم يمنون يطابق المسلس جيم بألف اذا تطابق مسلسين ليه شرطين ليه تلات شروط وليه حالتين احنا خدنا حالتين الحالة الاولانية الحالة الاولانية ضلعان وزاوية محصورة يعني لو ضلع بيساو ضلع وزاوية بتساو زاوية وضلع بيساو خلاص يبطابق المسلس عنها طب والحالة التانية اذا ما انتوا شايفين ضلع اهو وزاويتين عليه الضلع اللي هو 4 سنتي والزاويتين 31 درجة عليا زاوية 2 والف وزاوية هم بتساوكو يا زاوية به اللي 120 درجة 120 درجة طب تعالوا نشوف كم المسأل يلا نشوف كم من المسال. خلي بالك احنا موضوع حاليتني النهار ده وعتنسى عشان نشوف دواية تمارين. تطابق مسلسات او تطابق مسلسات. انا ارسم لك مسلس جميل جدا اهو. نطلع بقى فهو عشان نكتب بس فهمة. ايه دي مسلس. ماشي يا مسلس. ايه دي مسلس. النيسة معرفش معطيات ايه? مقدرش تقوليها تطابق ولا لا. معرفش. المسلس الاولاني الف بجيم. المسلس التاني لم ممنون. المعطيات بتقولي انه الف به اربعة سنتي. بجيم خمسة سنتي. الف جيم ستة سنتي. ايه ده? مدينا ايه هنا? مدينا طلع اضلاع. مدينا في المسلس الف بجيم اطوال الطلع اضلاع بتوع. جالي بقى في المسلس لم من نون اللي خالي بالك انه لم ميم اربعة سنتي. تمام? طب وميم نون خمسة سنتي. ولام نون ستة سنتي. ايه ده بقى يا مستر? يعني انت عايز تقولي ان اطوال اضلاع المسلس الاولاني. لما تلت اضلاع بيساوم اطوال اضلاع المسلس الثاني اهو. انت بقى لو قصيت المسلس ده وشلته حتى المسلس ده هيتطابقه. ايه ده? يعني ثالت حالة. ان حالات تطابق مسلسين اذا تساوت اطوال اضلاع المسلس الاولاني. مع اطول اضلاع المسلس الثاني ايه. دي تالت حالة. طب نتيجي نقول لهم التلسة مع بعض. بعدين نشوف تمرين او مثال. اول حاجة يا تطابق مسلسين. اذا اتحقق الات. انا عايزي تلت شروط بس. انا عايزي تلت شروط بس. اول حاجة من التلات شروط دلعان وزاوية محصورة دلعان وزاوية محصورة بيصوعد في المثلث الاولين والمثلث التعلي دلع وزاويتين عليه لاما التلات اضلع ونيجي بقى للمثلث القايم الزاوية لازيش شوية خلي بالك بقى لو انت شغال على المثلثين الاتنين قائم يعني المثلث ده قايم الزاوية في 90 درجة والمثلث ده قايم الزاوية في 90 درجة ايه ده يا مستر يعني احنا حققنا واحدة اللي بتقول لك ايه? زاوية هنا بتساو ellas هنا. ايوا.. تعرف اين انت تبت تصوك summers? لو طول الوطر في المثلث الاولني بيساوي طول الوطر في المثلث التاني. بس؟ لأ ! ده كدا شرطين. انت عشان تطابق اي مثلث لازم فيه ثلاث شروط. يبقى احنا هنا كده كده في زاوية قايمة يعني الزاوية بتزاوي زاوية. والوطر هيساوي الوطر والضلعة قائمة اي ضلعة من ضلعي قايمة بيساو اي ضلع من ضلعية القائمة في المثلث التاني. ده في المثلث القائم ليه القائم الزاوية. ده الشرح ومعنى تطبق المثلثين واعرف الشروط. اخد بالك انا ما جبت السيدة خالص الزاوية عشان اقول ايه? صحة والغلط. يتطبق المثلثين اذا تساوت الثلاث زاوية من هنا مع الثلاث زاوية من هنا. لا. لا ما يقولتهاش. مش عندي. ما يتطبق. ده مش شرط تطبق. الشرط تطبق الثلاث اضلاع فقط لغير لما دلعين وزاوية محصورة لما دلع وزاويتين عليه. اللي فهمنا اكتر ابناء احبائي المثال. يلا نقرأ التمرين كويس جدا. ونشوف انحلاب ايه? جاهزين? يلا. فيها الشكل المقابل. وما ولك هديك مسألة وقالك فيها الشكل المقابل زاكر الشكل قوي. اهو. الف به دال ده مسلث كبير. ونزل من الف عمودي على به جيم يعني جيم ده عمودي يعني زاوية. انا بزاكر المشاقرة. لسه ما قررتش. انا بزاكر بس. الف جيم به زاوية قائمة ده تسعين. اذا الف جيم دال زاوية برضو تسعين درجة. ماشي. وهدي جيم في المنتصف يعني به جيم بتساوي جيم ايه? جيم دال. تمام. والف به خمسة سنتي وزاوية به سبعة وخمسين درجة. ازان اول ما تجي لك مسألة هندسة. ذاكرها زي ما انا ذاكرتها كده. والجميل في الرضيات اللي انا انا حابد ندي لك المعطيات مكتوب على الرسمة. مكتوب على الرسمة. يعني مفيش اي مشكل خالص. زي ما انا عامل بالزبط كده. اهو. بعد كده ما قريت وضحت الدنيا بالنسبة لك. ارجع بقى ارى المسألة. فيها الشكل المقابل. تمام? شفنا. جيم منتصب به دال. جيم منتصب به دال. يعني به جيم بيساوي جيم دال. تمام. الف جيم عمودي على به دال. يعني عمل لزاويتين قائمتين. الف بي خمسة سنتي وقياس زاوية بي سبعة وخمسين درجة. المطلوب عايز تقول الف دال. معرفوش. وقياس زاوية دال الف جيم. بصوا ابنين. كل معطيات انا مدهولك انت لازم تستفيد بهم. انا مش يقولك حاجة كده اي كلام. مش هديك معطيات وانت مش يبقى في حاجة عندك غلط. مش توصل للحل. كل معطيات انا مدهولك انت استفيد بهم. واحد يقول لي طيب مفتاح الحل هنا ايه? مفتاح الحل حضرتك شايف قدامك مسلسين. شايف قدامك مسلسين. اذا هتشتغل هنا على تطابك مسلسين عشان عارف اجيب الدرع التاني. معرفش اجيبه. هنطبق المسلسين يا مستر. ايوه هنطبق مسلسين. طب تعالى بقى نشوف التلت شروط فين. ما انا عايز تطبق المسلسين. طب ايه هما المسلسين الاول اه. المسلس الف جيم ب. العليمين. والمسلس الف جيم دال. ايه التلت شروط اللي يفهم عشان يتطبقهم. طب تعالوا نشوف ايلا ما بعد. اه واحد بيقول لي طيب استنى استنى. ان به جيم هيساوي جيم دال. صح. جبتها من اين? جبتها ان يجيبه في المنتصف. اه ده اول شرط. واحد قول لي طيب تاني شرط ايه? اه تاني شرط ان الف جيم ده دلع مسترك. يعني هنا وهنا يعني بيساوي بعض. اه طبعا ان الف جيم دلع مسترك ده ايه برضو? معاي. يبقى انت جبت دلعين. يا طرى اتطبق بقى بالدلع التالت بيطلت اضلاع ولا محتاج زاوية? واحد قول لي طب استنى يا مستر. قياس زاوية ده? هتساوي كياس زاوية دال. اقول له جميل جدا فين? هتهالف المعطيات. ما خلي بالك. في نقطة اللي عايزك تاخد لك منها قوي. اما تقول لي معلومة تكون جابة من المعطيات. مش من دماغك. ليه ما مستنتجها? ليه ما ايه? مستنتجة. انا واحدة اللي قياس زاوية بيه بتساوي كياس زاوية دال. طب تعال نشوفه. فين? انا ما قلت لكش ان كياس زاوية بيه بتساوي كياس زاوية دال. دي انا اقول لك كياس زاوية بيه سبعة وخمسون درجة. ما تدكتش علاجة خالص بين بيه وده. اذا لا دي مش مزبوطة المعطيات عندك. واحد قال لي طب احنا دوقتي جبنا اتنين. التالت ايه? لا ما هم تتحلش كده الهندسة. الهندسة تحل انك تركز في الرسمة. بص لها ما تبصليش انا. بص الف جيم به تسعين. اه? اذا الف جيم دال تسعين يا كمان. طب انت عرفت انها تسعين ازاي? منها يا مستر ما هياللي الف جيم عمودي. الله. يبقى عرفت تلات شروط. يلا نكتبها. نكتبها. ومش كده وبس يا جماعة. انا عايزك تنظم اجابتك. خطوات الاجابة مهمة جدا. انت فهمتها. عبر بقى. اعرف ازاي تعبر. يلا يا شباب. في المسلسين. ايوة. المسلس الاولاني. الف جيم به. والمسلس التاني. الف جيم دال. يلا. فيهما. ايه? تلات شروط اللي نطبق بيهم. فيهما ناخد باللازر. ها. اول حاجة ان به جيم. هيساوي جيم دال. علشان ده جيم منتصب به دال. ادي واحد. تاني حاجة ان الف جيم دلع مشترك. دلع مشترك في المسلسين يعني بيساويه. واحد. تلات حاجة ان قياس زاوية الف جيم به. بتساوي قياس زاوية الف جيم دال. ليه? بتساوي تسعين درجة ايه? كل احد منهم بتساوي تسعين درجة. ليه? عشان احنا قلنا في المعطيات ان الف قطعة المستقيمة الف جيم عمودة على القطعة المستقيمة به دال. ازا كل ده بالمعطيات. لما استنتاج انت مستنتجه بالمعطيات. متجيب ليش حاجة كده من دماغك. زي زي منا اللي قالينا به بتساوي ايه? بتساوي ده. تلات حاجات تتحققهم. يلا ازا المسلس الف جيم بيه هيطابق المسلس الف جيم دال. وينتج ان. انت عارفين يا ابنين? مش انت عشان تطبق مسلسين بالتلات حاجات? بينتج التلاتة التانيين. يعني انت مسلا لو طبقت المسلسين بضلعين وزاوية محصورة? خلاص اللي موجودين عندك? هينتج ان ايه? زاويتين هيساوي بعض وضلع. زاويتين وضلع. اللي هينتج انتج 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 اينتج انتج 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 أنا أعز منك مطلوب إيه المطلوب؟ عائز طول ألف دال وقياس زيد دال ألف جيم هت المطلوب طب ما أنا أخلي بالك بقى مش أنا أعالك بينتج من narrarius وайнت عايز ألف دال وينتج أن أن ألف به هتساوي ألف دال أيوة طب ما أنا ألف به في المعطاءات كام؟ خمسة سنتي إذن ألف دال خمسة إيه؟ خمسة سنتيها كمان جبت المطلوب الأولين طيب و المطلوب الثاني قياس ظروية دال الف جيم دال الف جيم هنجيبها شوية دي بانهرجع عندها شوية هنرجع عندها شوية قياس ظروية دال الف جيم�리 دي هتسنو كياس ظروية بالف جيمي اللي هي دي طب يا ايه وقفنا طب وقفت ليه؟ عشان لا معرفش دي ولا اعرف دي طب ايه المطلوب يعني؟ انا عرفش اجيب دي او ما عرفش اجيب الزواء دي اعرف ت元يع جيميل يا دي. هتساوك يا الزاويت بالف جيميل يا دي. طب يا ايه ايه وقفنا. طب وقفت ليه? عشان انا ما عرفش دي. ولا اعرف دي. طب ايه المطلوب يعني? انا عرفش اجيب دي? او ما عرفش اجيب الزاوية دي? اعرف. بتعرف تجيبها منين? انت عندك مسلس. في الصف السلس الابتدائي. مجموع قياسات زوايا المسلس بتساوي مية وتمانين درجة. مجموع زوايا المسلس الداخلية بتساوي مية وتمانين ايه? درجة. دلت زوايا الداخلية بتوع المسلس مية وتمانين درجة. اخدناه سنة تلتة احتاج نفق الاعداد. عندك مسلس? اي مسلس بي يعجبك? اي مسلس يعجبك? اي المسلس الف جيم به? زاوية جيم تسعين وزاوية بيه سبعة وخمسين? اعرف أجمحه مطرحه من 180 أجمحه مطرحه من 180 يعني أقوله إيه يعني أقوله هو عايز قياس زاوية إيه ألف جيم دال يلا نشوفها يلا نشوفها بس أكتب الأول بينتج أنه دي ينتج أنه قياس زاوية به ألف جيم بتساوي قياس زاوية دال ألف جيم وهنجيبها ألا 180 نائس وفتح قوس 90 زائد 57 يساوي 180 نائس 147 اطرح يلا يدينا 53 درجة 33 درجة 33 درجة يبقى القياس زاوية دال ألف جيم كم يا مستر 33 درجة إيه اللي أنا بعمله ده بطبق مسلسين بطبق مسلسين في الحالة الأولى زا ما أنتو شوفتم بضلعين وزاوية محصورة أو ضلع وزاويتين عليه في المسال اللي فات طبق مسلسين بتلات حاجات بتلات حاجات لا يا مستر مش فاهمين أول مش فاهمين أول لسه لسه عشان ده أول مسال لسه إحنا مش وقدين بنا ما فيش مشاكل تعالوا مع بعض نشوف مسال تاني نشوف مسال إيه تاني بس خلي بالك الهندسة ذاكر الرسمة كويس أنا مش عايز منها جيرينك تتذكري للرسمة كويس يلا مش عارة المسالة هزاكر الرسمة الأول وزا ما قلتلكم في الهندسة بتجيلك المعطوات على الرسم ألف ب ألف دال أهو بيساوي دال جيم ماشي ألف بيساعة سنت تمام قياس زاويد دال بي جيم 30 درجة وقياس زاويد ألف دال بي 40 درجة وقياس زاويد جيم 110 درجة آه أنا شايف أن ده شكل مقسوم المثلثين يعني ده مسلث وده مسلث إذن الطريق اللي أنا هامشي فيه كل ده أنا بتتنقش إيزاي برقاءت ذاكر المسالة إزاي في تطبق مسلثين خلاص دماغي فتحت شوية لطريقة الحل عرفت السكة اللي أنا أمشي فيها عشان أوصل للإجابة تطبق مسلسين أرجع بقى نقرأ المسألة بدقة يبقى أنت ذكرت الأول المسألة فتحت ذهنك استدعيت أفكارك لما ترجع تقرأ المسألة هتأكد أكتر على المعلومة وهتعرف أنت تفحل إزاي فيها الشكل المقابل ألف دالة يساوي دالجيم ماشي وقياس زاوية ألف دالب بساوة 40 درجة وقياس زاوية دال بهجيم دال بهجيم 30 درجة وقياس زاوية بهجيم دال بهجيم دال هي جيم 110 درجة ألف بهجيم 7 سنط إيه المطلوب؟ المطلوب عايز تقول بهجيم وعايز قياس زاوية به ألف دال شايف مسلسين تب نعرف نطبق المسلسين نشوف بقى إيه اللي هنطبق المسلسين بيه فكر بقى كويس لوضح القادة المسلس الأولى يوم المسلس الأولى اللي بالأحمر والمسلس الثاني اللي بالأزرق والمسلس الثاني اللي بالأزرق إيه رأيكم؟ وواحده اللي استنى ما هيئلي في المعطيات إنه ألف دال بساوة دال جيم قد رقم واحد صحي ألف دال دلع في المسلس الأولاني ودال جيم دلع في المسلس الثاني متسويان في الطول طب وإيه كمان؟ طب به دال دلع مشترك صحي طبعا كلام جميل بيه ده ده اللي امشترك عايزين حاجة كمان وزا ملتلك بتجيبش من عندك يعني ملجيش تقول لي ايه ده زاوية جيم مئة وعشرة بتساوي زاوية ألف مئة وعشرة انا هحرجك وقال لك جيبتها منين ندور عليها هنا لو ما لناشي بقى انت بتألف بقى لا انا عايزة من هنا عايزة من المعطيات طب يا مستر هنعمل ايه طب دي سبعة ودي سبعة لا امين جيبتها منين ما قليش اوه طب خلي بالك كده خلي بالك المثلث اللي هو بالزرق اللي هو اللي تحت في كم زاوية في تلاتة في كم زاوية معلومة عندك انا مدها لك اتنين ما نلسألك من شوية اهو اما يدي لك في المثلث مدي لك زاويتين انا عرف جيب الزاوية التالتة هنجيبها ازاي اطرح الاتنين اللي عندك مجموعة قياسات زاويتين اللي عندك من نقص من مئة وتمانين من مئة وإيه وتمانين جيبنا المئة وتمانين منين مجموعة قياسات زاوية المثلث الداخلية بتساوي مئة وتمانين درجة او الداخل طب المثلث اللي هو مين بقى دال به جيم فيه 3 زوايا الزوايا الأولينية دال به جيم 30 درجة الزوايا الثانية جيم 110 درجة طبعا أنا ممكن أعرف أجيب بقى جيم دال به أجيبها إزاي أقوله 180 ناقص نجيبها نكتب الإجابة بتاعنا خطوات يبقى أنا أو حضرتك أول حاجة هتقولي كده فيه المثلث دال به جيم بما أن قياس زاوية دال به جيم زايد قياس زاوية جيم زايد قياس زاوية جيم دال به الثلاث زاوية مجموحهم كام 180 درجة 180 درجة أنا عندي زاويتين ناقص الزوايا أنت عايزها قوله قياس زاوية جيم دال به بتساوي 180 ناقص وفتح قوس 110 زايد 30 يعني هتساوي 40 درجة لاحظتوا حاجة بقى تعالي اكتبها الرسم كده بتلاقيت كام بتلاقيت 40 درجة آه يا مستر دا 40 درجة ايه دم فيه زاوية تانية في 40 درجة في المثلث التاني هنطبق المثلثين هقوله بقى في المثلثين ايه هم المثلثين آلف دال به والمثلث التاني جيم دال به فيهما يلا عم اقولي يلا اول حاجة ايه اول حاجة انت قلتوها ان آلف دال هتساوي دال جيم من اين من المعطيات من اين من المعطيات طب تاني حاجة ان به دال دلعة مشترك كلام جميل جد من الرسمة تاني حاجة بقى اللي انت جبتها قياس زاوية جيم دال به بتساوي قياس زاوية آلف دال به بيساوي كل احدى منهم كام 40 درجة فحقق التلات شروط هنقوله اذا المثلث آلف دال به هايه طابق المثلث جيم دال به وينتج ان اسموحولي بس هنجيب الرسمة وبعدين ندقين هنعمل ايه ينتج انا الثلاث حاجات التانيين اللي هما ايه بقى ان كياس زاوية جيم هتساوي قياس زاوية آلف وقياس زاوية جيم به دال هتساوي قياس زاوية آلف به دال آلف به ايه دال وآلف به هيساوي به جيم يالله يا عم انا جبتلك كل الاجابات المتوقعة انا طالب منها حاجتين اتنين بس اول حاجة هتقول به جيم انا لسه ايالها ان به جيم هيساوي الف بيساوي سبع صندق هنقول له كده إذا الف بيساوي بيساوي بيه جيم هيساوي سبع صندق طب يا مستر وقياس زاوية ب الف دال منايلة بتساوي قياس زاوية جيم يبقى هنا قياس زاوية جيم بتساوي قياس زاوية بيه الف دال هتساوي 110 درجة إذن أبناء يا حبائي موضوع تطابق المسلسين سهل جدا وشروطه عندنا نذكرها بس ونتبعها وان شاء الله نحل عليها واي حاجة طوف معاك ارجع لي مباشرة وسنى معاكم لانهات حلقاتنا ابناء يا حبائي بنوة ان طلبة الصف الثاني الاعدادي تستنى في حالة ردوات بعدنا ابناء يا حبائي في كل جمهورية مسل العربية تحياتي لكم منتظرنا في الحقالة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته